القرى سيتم تنميتها وسيتم الاهتمام بها شكلها ايه؟ يعني الشكل الجمالي للقرية المصرية يعني هل يحظى باهتمام ايضا ولا لا؟ هل هيبقى فيه خصوصية قرية في السعيد شكلها مختلفة عن قرية في بحري قرية على البحر وطبعا احنا بنراعي خصوصية المكان نفسه بحيث ان كل قرية وكل مكان له طبيعة معينة وهوية معينة فاحنا برضو مش محتاجين انه احنا نغير هذه الهوية ولكن خلينا اقول لحضرتك بقى ايه احنا هدفنا انه يكون فيه قرية نموذجية متكاملة الخدمات يعني احنا لو حصرنا التدخلات والمشروعات ونوعية المشروعات اللي الدولة بتستهدف تنفيذها في الريف اكتر من خمسين نوعية تدخلات يعني حضرتك تغطية كاملة بشبكات الصرف الصحي واسلوب مستدام يعني لابد انه احنا نركز على الموضوع ده واحنا بنركز على موضوع اهداف التنمية المستدامة انه لابد ان يكون هناك محطات معالجة ثلاثية وثنائية لانه احنا برضو ده بيفدنا في اعادة تدوير المياه واعادة استغلالها مرة اخرى وهي له تأثيرات ايجابية على صحة المواطن فده انه يعني ممكن لو انا تشاركت مع حضرتك الوضع الحالي في الريف الكرة المرحلة الاولى اللي احنا بنشتغل فيها السنة دي في الاثنين وخمسين مركز والف واربعمية وتلاتاشر قرية معدل التغطية بالصرف الصحي اربعتاشة في المية فانا لما اقول مية في المية من الكرة هيكون عندهم صرف صحي فاذا انا نقلت حالة التنمية المستدامة فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي بشكل كبير جدا مياه الشور بنفس الكلام بتكلم على خفض كثافة الفصول ويقتاحة خدمات التعليم بتكلم على انه مراكز خدمات زراعية بتكلم على مراكز خدمات حكومية زي ما بنتكلم على يعني مباني حكومية وخدمات حكومية وما يكان لخدمات زي وحضرتك برضو بتوضيف ان فيه انشطة ثقافية وانشطة ثقافية احنا يمكن حضرتك يعني مهتمين جدا بتنمية الدور اللي بتقومه بوزارة الثقافة تحديدا يعني فيه عندهم مشروع لي كوشكك كتابك المشروع ده هو هدفه ان يكون زي كوشك بيتيح الكتب بالمتنوعة للمواطنين اللي عايشين في الريف فده ايضا احد المشاريع اللي احنا بندعمها مشاريع المتعرفة طب دور السينما مثلا المسرح مجموعة كرة لو وسطها دور سينما او مصرح هو طبعا المعظم الحاجات دي بتكون موجودة في مدينة المركز احنا كل المشروعات اللي احنا بنستهدف تنفذها هي بتقع في الريف اللي احنا بنطوره في مدينة المركز المستشفى المركزي وايضا هناك احنا الحياة بنحلم اه طبعا من حقنا نحلم وكل اللي احنا بننفذه ده كان حلم في يوم الايام لما اطلقنا رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 كان كل الناس بتقول انتو بتتكلموا عن حلم لكن النهاردة حياة كريمة لا يعني اللي كنت بستهدف انه احققوا في سنة 2030 النهاردة بتنفذ في سنة 2025 وقبل كده صحيح فده اللي خلى طبعا مشروع حياة كريمة لما الامة المتحدة قالت انه هو معجل لأهداف التنمية المستدامة هو ده لهذا السبب بعد يعني كل أهداف التنمية المستدامة كانت هناك فرصة انه الدولة تسرع من الجهود وكمان يعني تسرع من جهود كل تحقيق كل المبادرات وكل الأهداف المتعلقة بخطط الدولة التموحة ترجمة نانسي قنقر